السلام عليكم ورحمة الله ورحمة الله وبركاته وتيستا شارك سبعة عشر لاعبا هذا وسيخوض الأحمر يوم غد مباراة ودية أمام فريق النجمة متصدر دوري الدرجة الثانية أسيويا سيكون فريق الحد ممثل الكرة البحرينية في مهمة تحقيق الفوز الأول له بكأس الاتحاد الأسيوي لكرة القدم وذلك حينما يلاقي العهد اللبناني عند الساعة السادسة والنصف من مسائل يوم على ساد البحرين الوطني ضمن المجموعة الرابعة وتعتبر هذه المواجهة هي الثالثة للحد في البطولة حيث خسر وتحادل في أول مبارتين حقق فريق الأهل ممثل البحرين في بطولة الأندياء الخليجية الخامسة والثلاثين للكرة الطائرة التي تحتضنها سلطنة عمان حقق أولى انتصاراته بعدما أطاح بصاحب الأرض والجمهور فريق صحام العماني بثلاثة أشواط دون مقابلة ليكسب الأهلي أول ثلاث نقاط ويعوض خسارته الأولى أمام العربية القطرية وسيواجه الأهلي في المبارات المقبلة فريق صحام صحاء العمانية يوم قد الأربعاء الأربعاء